فقرة التغذية السنة الأخرى يمكن تغيب علينا المعلومات فاليوم حدفدينا عن هذا الموضوع بالضبط فعل نأسية رسولة السلام كان فيه أكل ياكلة كان وارد عننا حديث بأهميته للصحة وفيه أكل كانت ياكلة اللي هو مجرد أنه هو الرسول الإنسان كان يفضل بعض الأكل عن غيره وهذا الموضوع إن شاء الله راح نتطرق لليوم فأول سؤال هل كان للرسول عيسى السلام وقت محدد للأكل يعني يمكن فيه أحاديث قبل تقول أنه كان يفطر مثلا تمر وكان يتغذى بأكل معين ويتعشفه فهو ما ورد بالسيرة أنه كان لأكل مميز كل يوم كان لازم يفطر ويتغذى عليه أو أنه أوقات محددة لكن كان يقول نحن قوم لا نأكل حتى نجوع فهذا القاعدة هي موجودة وهي تعتبر من أسس التغذية لليوم وأن الواحد ممكن يقلل من السمنة الواحد مفروض مني يياكل يفكر هل أنا يعان عشان آكل نحن ندين عندنا وقت الفطور ووقت الغداء ووقت العشاء وفي ناس يمكن بالساعات نحن نتسلب لأكل لا إيه إن اليوم والله ساعة ثنتين هو الغداء الساعة مثلا التسعة أو العشاء هل أنا يعانى ولا لا رسوعة صلى الله عليه وسلم مصحابة ما كانوا يناكلون إلا في حالة الجوع وإذا أكلنا لا نشبع يعني ما يصير فيه الشبع الزائد اللي واحد لما يقول عن السفرة يحس نفسنا شبعان وخلص مقادر هذا ما كان موجود في سيرة عليه الصلاة والسلام وفي حديث اللي هو عن التمر يمكن في واحد ناس تقولي اللي هو التمر بأكل بعدد فردي أفضل من عدد زوجي لأن نساء صلى الله عليه وسلم كان يوصي بالعدد الفردي لكن في حديث معينة وردت لي لهدف معين يعني مثلا عن نساء صلى الله عليه وسلم يقول من تصبح بسبع تمرات عجبة لم يصبه في ذلك اليوم سحر ولا سم فهو إذا الواحد يوميا يعني هذا حديث موجود إذا الواحد يوميا يتصبح أو يأكل سبع تمرات عجبة فهو يحمي نفسه في هذا اليوم من السم ومن السحر وهذا ما ورد بالحديث وفي حديث ثاني اللي هو أنه بعد في عيد الفطر كان صلى الله عليه وسلم قبل صلاة العيد يأكل اللي هو التمر وكان يأكلهم بعدد فردي اللي هو كان يأكلهم وترة فهو هذين الحديثين اللي ورد أنه والله سبع تمرات وفي فتة الصباح حشان السم والحسد وثلث تمرات اللي هو الصبح لكنه ما كان يعني مو بالضروري أن أنا كل ما أكل أكلي لازم أكل ثلاث ثلاث تمرات ولا خمس تمرات ولا سبع تمرات لأن أنا بس أبي أنفي معلومة أنه لو الواحد أكلهم بعدد زوجي رح يصير سم أو رح يصير يتكسر لسكر رح يرفع سكر الدم بس لو أنا أكلته بعدد فردي فهو ما رح يرفع سكر الدم وما رح يظني مهما كثرت من الكمية هذه المعلومة غير صحيحة موجود بس حديثين اللي كان يذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان يأكل بالأهوة عدد فردي شنو فوائد التمر؟ دراسة من جامعة الملك فيصل شهر خمسة 2013 نشرت بعض الفوائد من التمر أهمها أنه يعتبر وايد عالي بمضادات الأكسدة فهو يقلل من فصة الإصابة بالأمراض وطبعا الشيخوخة المبكرة بسبب المضادات الأكسدة اللي موجودة فيه مضاد للالتهاب يضبط من إنزيمات الكبد مفيد حق تحفيز جهاز المناعة وطبعا يأتي طاقة مباشرة عشان شذي من واحد يكون صايم إنه يفطر على تمر لأنه بسرعة يرفع سكر الدم غني وايد بالألياف فهو يسد الجوع يعني يعتبر حتى وجبة خفيفة زينة لأنه يعطي طاقة وبنفس الوقت يسد من الجوع ويعتبر عالي بالبوتاسيوم اللي هو عنصر وايد مهم لخفض دقط الدم وعن الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان مثلا وإذا كان واحد صايم يقول إذا أفطر أحد يكون فليفطر على تمر فإن لم يجد فماء فإنه طهور فهو الأول لأن الواحد يفطر على تمر بسبب الميزات اللي إحنا ذكرناها في سرعة ارتفاع إنه بسرعة يسرع من ارتفاع سكر الدم والرسول صلى الله عليه وسلم شنو كان أكثر طعامة التمر فكان أصحابه يوصفون أنه كان أكثر طعامة التمر وإنه ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأكل أكلتين إلا كان أحدهم التمر يعني إذا بيأكل شغلتين مع بعض وحدة منهم لازم تكون تمر وكان هم حديث عن عر وعن عائشة رضي الله عنها كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال يعني يمر علينا ثلاثة أشهر ولا يوقد في بيت من أبيات الرسول صلى الله عليه وسلم نار فإنه سألها شنو كان طعامكم فقالت لها التمر والماء اللي هو الأسودان الأسودان والتمر والماء إلا إذا أحدهم ثلاثة أشهر ما في نار تقد بالضبط وهذا طبعا وارد عليه إنه من الزهد اللي هو كان عايش فيه وإنه ثلاثة أشهر ما كان فيه مثلا لحم ما كان فيه طبخ يعني كان بس عايشين على الأسودان اللي هو التمر والماء فهذا بالنسبة حق التمر وإنه شنو صلى الله عليه وسلم كان وايد يحب إنه ياكل تمر شنو من الأطعمة بعد اللي كان يحبها يمكن اليوم شف عايشة راح تتكلمت عن شيء رئيسي من الأكلات اللي يحبها الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو القرع أو اليقطين أو كان يسمى بالدباء فهذه شغلة وايد مشهورة عند الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب القرع وكان يتتبعه من الإناء يعني لما يحطون صحن فيه مثلا خضار واللي هو الثريد اللي كان اليوم يسمى فيه تشريبة كان يحب يأكل الثريد وكان يقول فضل عايشة على الطعام كفضل الثريد على زائر الأطعمة من حبة للثريد اللي هو الثريد يكون اللي هو كسرة خبز مع ماء اللحم وممكن كان يكون فيه قرع فكان يتتبع القرع من الأكل وكان خادم الرسول عليه الصلاة والسلام أنس بن مالك كان يقول كنت أحب الدباء لحب النبي للدباء يعني أنا قمت أحب القرع من كثر ما أشوف الرسول عليه الصلاة والسلام يحب القرع شنو فوايد القرع الكمية تعتبر قليلة بالسعرات الحرارية فالكوب المطبوخ فيه تقريبا 49 سعر حرارية يعني ما فيها سعرات تذكر تعتبر عالي جدا بالألياف كوب المطبوخ هم فيه 200 بلمية من فيتامين ألف فأنا أحتاج يعني لما أخذ كوب من القرع أكون غطيت احتياجي من بيتامين ألف وهو طبعا المفيد وائد للبشرة المفيد للنظر فهذه هم من فوائد القرع عالي بمضادات الأكسدا عالي بالبوتاسيوم إذن هو مهم في نزول ضغط الدم فيه الحين إذا بندش على بذور القرع يمكن هم أنت وائد سامعة فيها إن من الأشياء المفيدة إن الواحد يتناول بذور القرع خاص وائد مفيدة حق الرجال اللي يعانون من تضخم البروستاتا وهذه شغلة وائد مشهورة إن بذور القرع تساعد في تقلص من تضخم البروستاتا اللي عندهم حصوات الكلة هم تقلل من حصوات الكلة وتقلل من الناس اللي عندهم طفيليات بالأمعاء هم بذور القرع تساعدهم في هذا الموضوع قبل قليل ذكرت شاف عائشة الفارس إن القرع اللون برتقالي أفضل من القرع اللون أخضر نحن نعرف إنه بيجيب لونين برتقالي أو أخضر فطبعا البرتقالي اللي هو يكون فيه البيتا كاروتين العنصر اللي هو يتحول لفيتامين ألف بالجسم فأي شيء هو برتقالي في أكلنا سواء الفلفل البرتقالي سواء القرع سواء الجزر هذي لكلهم معناها مصدر عالي بفيتامين ألف وهذا السر في لون القرع من الأشياء أهم اللي كان يأكلها الرسول عليه الصلاة والسلام اللي هو اللحم وكان يحب اللحم اللي هو الكتف الكتف اللحم كان يحب يأكل عشان شدي المرأة اليهودية اللي حاولت تتسمم رسول الله عليه الصلاة والسلام لما عزمتهم على الوليمة وكان فيها لحم كثرت السم في الكتف لأنها عارفة أنه هني راح يروح الرسول صلى الله عليه وسلم بعدين صارت المعجزة أنه قالت نطقت هذا وقالت أني مسمومة أو أنه الرسول صلى الله عليه وسلم عرف أنه هي مسمومة من الأشياء هم اللي كان يأخذها وايد أو يشربها وايد اللي هو اللبن اللبن يعني الحليب فكان الحليب من أكثر الشراب اللي كان يحب يشرب الرسول صلى الله عليه وسلم وكان دايما لما يأكل أي أكل عليه الصلاة والسلام كان بعد ما يأكل يقول اللهم بارك لنا فيه وأبدلنا خيرا منه هذا يحق كل الأكل إلا لما كان يشرب حليب كان يقول اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه فإنا لا نعلم ما يجزأ من الطعام والشراب غيره فكان كأنه لا حالة خاصة الحليب عن سائر الأطعمة اللي كان يتناولها الرسول عليه الصلاة والسلام وكانوا يأكلون هم أيامها والرسول صلى الله عليه وسلم هم كان يأكل اللي هو اللي نسميه إحنا الإقط أو الجميد اللي هو الحليب المجفف المملح يضيفون للملح ويجففونه تحت الشمس وكانوا يسوون مننا الشغلة هذه أشكر الشف عايشة يبتلي إياها فكان هم يأكل من الجميد وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يسناول كسرة من خبز الشعير مع كوب من اللبن فكان يأخذ خبز الشعير ويحطه في كوب اللبن وكان يأكل شيء اسمه السخينة اللي هو أكلة فيها عبارة عن مثل شورب ومكونة من اللبن الرائب موجود ممزوجة بالدقيق والملح هذه الأكلة هم كان يحبها رسول صلى الله عليه وسلم كان يأكلها لبن دقيق وملح بالضبط اللي هو تكوين الرئيس منها لو تشوفين ندين الأكل كان بسيط يعني أكلهم كان بسيط ما تحسين أننا كنت تكلم عن خليفة المسلمين أيامها وآخر المسلمين كان فيه تواضح حتى فيه أكلة ما كان فيها أي فرق بينه وبين أصحابه من الأشياء المميزة هم اللي كان يتناولها الرسول عليه الصلاة والسلام اللي هو الشعير فكان عن عبن عباس قال كان يبيت الليالي المتتابعة طاوياً وأهله لا يجدون عشاء وكان أكثر خبزهم الشعير فكانوا دائماً يأكلون اللي هو خبز الشعير كان يأكله مع الخل أو يأكله مع الزيت أو يأكله مع اللبن اللي هو مع الحليب وكانوا يسوون اللي هو الطبق المشهور اللي يسمى بالتلبينة التلبينة اللي هو الشعير مع الحليب كانوا يطبخونه وكان يأكله رسول عليه الصلاة والسلام وكان فيه حديث اللي هو فيه حديث يقول التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن فالناس اللي كان فيهم كآبة تعت شعور بالسعادة فكانوا يأكلون التلبينة والسبب شو اللي بيساعد علميا شو اللي بيساعد انه يعطي شعور بالسعادة هو السر بالشعير مو باللبن السر بالشعير انه يقوي من الخلايا الخلايا العصبية في لها مثل وصلات عصبية يقوي من الوصلات العصبية فالحزن او الكآبة تسوي خلل في الموضوع الموضوع اللي هو الوصلات العصبية فوجود الشعير يحسن من الشغلة هذه وزائد أنها ذكرت في حديث يمكن الناس هم تقول حتى بعض أخصائيين التغذية المهتمين في الطب النبوي لما يشوفون مثلا في حالة وفات بالعائلة أو يشوفون أحد مهموم ويقولون لا ما زال يقولون لا كل التلبينة يمكن الناس يعني إحنا مو وائد وارد علينا التلبين يعني ما كبرنا مثلا بالضبط بس مع أنها هي شيء واردة عن الرسول أي الصلاة والسلام وذكر حديث فيها شنو فوائد الشعير؟ لا فوائد وايد كبيرة أولا أنه ينظم سكر الدم وفي دراسات وايد من مثلا دينمارك ودراسة من أكسفود ودراسة من اليابان أنه فعلا للناس اللي يتناولون الشعير ويمكن أنا ندين ذكرتها فيه أكثر من مرة أن خبز الشعير وايد أفضل من خبز القمح وخاصة القمح أو الخبز الأبيض لأن وجود الشعير بالخبز يبطأ من يكون انتصاص السكر اللي يعني منه جدا بطيف وهو جدا ممتاز للناس اللي مصابين بسكر الدم يقلل من ضغط الدم هم دراسة أمريكية شافت أنه اللي يتناولون خبز الشعير مقارنة بالعيش الأسمر أو مقارنة بالخبز الأسمر كان عندهم ضغط الدم أقل وأيضا يساعد فيه اللي هو الكوليسترول يقلل من الكوليسترول ويقلل من الـ LDL لأنه هو عالي بالألياف أي شيء عالي بالألياف يساعد فيه أنه يقلل من الكوليسترول وطبعا يساعد فيه نزول الوزن لأنه هو امتصاص بطيء بالجسم وبالتالي يعطينا فترة شبع أطول ونقلل من الأكل بعدها يعني أن ما ذكرت أفضل من طحين الأبيض طبعا أكيد زائد إنه شيء من أطعمة الرسول يعني نكون إنتي تستشعرين أن أنت تعاكلين أكل الرسول على سلام كان يحب يعكله من الأشياء أهم اللي كان يتناولها الرسول على سلام اللي هو العسل فكان وايد إنه يشرب حتى المشروبات اللي كان يشربها وليس كان يشرب الحليب كان يشرب الحليب كان يشرب العسل شراب العسل كان يشرب النبيذ اللي هو مسوينا من الشعير أهم عليه الصلاة والسلام شن فوائد العساة طبعا مضاد للبكتيريا مضاد للفيروسات ويقلل من الكحة يمكن احنا نشوف حتى ندين الأطفال اللي عندهم كحة نسوي لهم اللي هو عسل مع ماي حار ونشربهم مياه وهذا مثبت علميا أنه يقلل من الكحة وهم عن رسول صلى الله عليه وسلم يقول الشفاء فيه ثلاثة من بينهم شربة عسل فالعسل مذكور أنه من بعض الأمور اللي تساعد فيه الشفاء ومثل ما ذكرنا الكحة اللي هو جدا واردة فيه حتى ينصح مرضى الربو بتناول العسل بالضبط أكيد طبعا العسل هم ممتاز حق الرياضيين اللي هو بعد الرياضة عشان بسرعة يرفع سكر الدم عنده عالب مضادات الأكسل ده يقوي من المناعة والأفضل أن احنا نحاول نستبدر العسل أو أن نستبدر السكر بالعسل فأنا نستخدم العسل لتحلية الطبقة اللي احنا بنسويه بدل ما نستخدم السكر من الأمور هم اللي كان يتناولها الرسول عليه الصلاة والسلام اللي هو زيت الزيتون فكان معروف أن فيه أكل يضيف شيء من زيت الزيتون وهي من الآية أن يوقض من شجرة مباركة اللي هي شجرة الزيتون وقال رسوعة سوى السلام عن أبي هريرة كل الزيت ودهنوا به فأنه من شجرة مباركة طبعا فوائد زيت الزيتون اللي هو يقلل من كليسترول يحارب من سرطان الصدر يعالج الحروق أيام قبل كانوا يستخدمونه لعلاج الحروق ويقلل من خطر الإصابة بالجلطات الدماغية وأمراض القلب شنو بعد أكل كان يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم نشوف شي سائل هون دي شم ريحتون أعرف خل الخل فالخل هم من الأمور اللي صلى الله عليه وسلم كان يتناولها اللي هو في الحديث الشهير نعمل إدام الخل لما نسأل أهلنا فيه إدام عندنا بالبيت فقالوا لما فيه إلا الخل فجعله يأكل اللي هو كسة الشعير مع الخل ويقول نعمل إدام الخل نعمل إدام الخل إذن هناك بزيج من الشعير مع الخل إنه هو لما كان يأكل خبز شعير مع الخل مع الخل شو فوائد الخل شو فوائد الخل فوائد الخل إنه يعانج الالتهابات البكتيرية وخاصة اللي تسبب الإسهال فالأسهال اللي عندهم إسهال ممكن يساعدون يضيفون الخل في أكلهم مسد للشهية يمكن حتى مرة ذكرنا إنه خل التفاح يساعد إنه هو يقلل من الشهية أنا معلق إذا بسمح لي أبو عادل يمكن ديركنا الوقت ولكن في مأكلات مشاهدين أو أطعمة وضعتها سمية عند جلوسنا جانباً وقالت لم يكن يتناولها الرسول خلينا نشوف البصل والثوم صحيح فالبصل والثوم هي من الأمور يعني من الأشياء اللي ما كانت ناولها الرسول عليه السلام اللي هو البصل والثوم وكان له سبب خاص فيه إنه مرة عن الرسول أهدية للرسول طعاماً طبخة فيه الثوم ولما عرف إنه فيه الثوم أعطاه لي أبو أيوب الأنصاري فرد عليه قال له يا رسول الله يعني عفت وعطيتني فرد عليه قال له إني أناجي من لا تناجي يعني أنا ينزل علي الوحي فما أحب إنه تكون فيه شيء من ريفي فيها البصل أو الثوم فكان هذا شيء استثناء للرسول وما يدعي أننا لا نأكل بالعكس نحن كنا عارفين فوائد البصل والثوم لكن هذه حالة استثنائية للرسول خارج عن الرسول للإنسان اللي كان يحب يأكل الأكل اللي ذكرنا سمية ألا مشكرك على كل هذه المعلومات اللي أكيد أفاديت أسدى المشاهدين والآن سننتقل طبعا إلى الشاف عائشة الفارسي وزميلنا عبدالعزيز الشاف عائشة الفارسي اليوم أكلتها باليقطين شاف عائشة معك الكاميرا